مرحبا بكم اليوم حنعمل وصفة كتير صحية سهلة وسريعة جدا يلاغوا استخدم اي نوع من الخضار او اللحمة المفرومة انا استخدمت الفطر والبقدونس والبصل انتو استخدموا شو بتحبوا قليل من الزبدة مع التحريك حتى تزبل وتجف السوائل قليل من الملح والفلفل الاسود وبنحرك نضحها جانبا نعمل العجنة ممكن استخدام اللوز او الفول السوداني او البزور طحن وغربلت الفول السوداني جيد ممكن نوضع بزور عباد الشمس المنخل يكون السقوب تبعه كبير ممكن استخدام اللوز او الفول السوداني او البزور المهم يكون واحد كوب 75 جرام ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الالتقاط صورة للمكونات ساوضع كوب 2 بيض ونحرك جيد نضع جبنة مازورولا 200 جرام 2 كوب وقليل من الفلفل الاسود والملح ونضع كوب المكسرة اللحنة طحنة او اللوز المتوفر عنكم على نار خفيفة تقليل باستمرار حتى تزوب الجبنة نرفع القدر من الموقد نضع البيض ونمزج الخليط جيد ممكن ياخد وقت القالب نضع قليل من الدهون بالقالب ونضع العجنة ونضع الحشوة الموضوع كتير بسيط وكتير سهل ونضع بالاعلى من العجنة هي وجبة كتير كاملة متكاملة يعني الواحدة او تنتين يعني هما عبارة عن وجبة تشغيل المسبق للفرن الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية في الرف الأوسط يجب مرقبتها حسب نوع الفرن تقريبا تقعد 20 دقيقة يختلف من فرن لآخر هذه هي المكونات نتركها حتى تبرد تماما كتير هي روعة وكتير مميزة وبسيطة وواجبة كتير حلوة شايفين كيف هذا من الداخل هي لسا عصخنة يفضل نتركها تبرد قليل شايفين كيف الحشوة استخدموا الحشوة لانتو بتحبوها وصفة كتير سهلة وكتير بسيطة انتظرونا بصفات كتير جديدة الناس الموجودة عندي على صفحة فيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شايف نائل منشان يصلكم كل جديد في امان الله